حول هذا الملتقى الوطني العلمي حول الأمن الصحي نربط الاتصال بمفاذ شروق الإخبارية إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد الملك سنيقري أهلا بك معنا أهلا زميلة إلهام متوجد في قصرية المؤتمرات لتغطية اليوم الملتقى العلمي الذي نظمته الوكالة الوطنية للأمن الصحي للحديث عن ضرورة توفير الأمن الصحي للمواطن بشراكة مع قطاعات عديدة على غرار وزارة البيئة ولتفاصيل أكثر تحضر معي معادي سيدة وزيرة البيئة سمية أموالفي مرحبا بك مرحبا بك شكرا إذن حضورا اليوم مع زملائنا وكذلك المدير العام للوكالة الوطنية للأمن الصحي ما لا دليل يعني أن وزارة البيئة التي تلعب دور مهم في مدى المحافظة على صحة المواطن بالطبع كنقول وزارة البيئة التي تعتبر من بين القطاعات الحكومية بالتعاون والتنسيق الدائم والتام والمستمر مع القطاعات الوزارية الأخرى واليوم كنا حاضرين برفقة وزير الصحة وزير التجارة وكذلك وزير ممثل عن وزير التعليم العالي ولا دليل أن قضية صحة المواطن هي مرتبطة ارتباطا شديدا بالقضايا البيئة والدليل على ذلك الأمن الصحي له علاقة يعني وثيقة بالأمن البيئي لماذا؟ لأن كلاهما يمثلان قبل كل شيء الأمن الإنساني وقمنا أيضا بتبيان أو استبيان ما قامت به وزارة البيئة وما تقوم به المؤسسات تحت الوصاية كل يوم في أرض الواقع لكن بالإشراك دائما مع المجتمع المدني وكما نقول أيضا بالإعلام لأن نحن ننتظر منكم أن تقوموا معنا دائما بعملية تثمين بما تقوم به الدولة الجزائرية على المستوى الداخلي وهذا بالطبع المستوى الداخلي الإقليمي وكذلك الدولي وكانت لنا فرصة أيضا للتحدث وإبراز ما قامت به الدولة الجزائرية مؤخرا وهو ما تم في الجامعات الدول العربية بالتنسيق يعني كان هناك عمل كثيف وعميق مع ممثلين وزارة الصحة وكانت أظن في شهر ديسمبر 2022 في القاهرة وقبنا بمرافعة عن ما تقوم به الدولة الجزائرية في هذا المجال أي الأمن الصحي وكما ذكرت عندما نقول الأمن الصحي مرتبط بالإنسان قبل كل شيء وبالتالي المواطن أريد أن أصل فقط رسالة أن هذه المبادرة التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع الدول الحاضرة أخذت كمثال وكمبادرة تأخذها جميع الدول التي كانت حاضرة أي أن الدول العربية التي كانت حاضرة وصادقة على خريطة طريق والمخطط المقدم من طرف الدولة الجزائرية أصبح من شهر ديسمبر يأخذ كخريطة طريق بالنسبة للدول العربية الجزائرية ملتزمة باللوائحة الصحية الدولية التي أمضت عليها معاهدة خاصة ما كان في القمة العربية وكانت هناك ورشة كبيرة للألمين الصحي مؤخرا أيضا اجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي أيضا كانت هناك ورشة للبيئة اليوم أيضا هناك في الملتقى العلمي ورشة خاصة بالبيئة أنت قلت أنه عملية تحسيس وتوعية للمواطنة أيضا تبدأ من المدرسة أيضا شفنا أن وزارة البيئة كانت لديها عديد من الفعاليات داخل المدرسة من أجل التحسيس بدرورة الأمن البيئي وهو بدرج أو تلقائيا الأمن الصحي بالطبع كما ذكرت أن الأمن البيئي قلنا أنه أن الأمن البيئي هو الأمن الإنساني قبل كل شيء وكل هذا بالطبع لن تكون هناك كفاية إذا كانت هناك أموال أو مشاريع أو استراتيجات إن لم تتابعها استراتيجية التوعية وعملية التحسيس وأنتم يعني نشكركم نشكر وسائل الإعلام التي كانت دائما ترافقنا في خراجاتنا وحملتنا التحسيسية أن العمل الأساسي أو اللاعب الأساسي قبل كل شيء هو التحسيس وعملية التوعية لأن المواطن عندما يكون على باله بهذه القضية أو بهذا الفعل أو هذه الممارسة تضر بصحته أظن أنه لا يقوم بها إذن في العمل الذي يعني ينتظره الشعب أو المواطن منه هو نحن قبل كل شيء أن أي مؤسسات الدولة أو صانع القرار أن نقوم بعملية تحسيسية دائمة ومستمرة على أرض الواقع لكن دائما بإشراك المجتمع المدني لماذا نقول المجتمع المدني؟ لأن المجتمع المدني حالفنا الدائم وثانيا تبعت معنا قمنا بإمضاء اتفاقية مع المرصد الوطني للمجتمع المدني مؤخراً وكذلك جميع الجمعيات سواء البيئية أو التي لا تعنى بالبيئة وأظن أن عندما نقول للبيئة هو الإنسان هي الحياة هي المستقبل هي حياتنا اليومية ومن هذا المنبر العملية التحسيسية أيضاً أقتنم هذه الفرصة أن بتغيير سلوكاتنا اليومية فقط بقناعتنا بأن البيئة قضية الجامعة سوف ننجح بإذن الله وعنوان الملتقى اليوم أن الصحة تعني الجميع وكانت هناك شارك عديد القطاعات خاصة قطاع وزارة التجارة الذي تحدث أيضاً على نقطة مهمة وهي مرتبطة أيضاً بوزارة البيئة وهي كيفية عرض السلاح في محيط نظيف وهذه أيضاً من الأمن البيئي بالطبع وكل هذا الدليل أن ما تقوم به الدولة يعني من قرارات وكذلك قوانين وكذلك كمراسيم تنظيمية من أجل المحافظة على المواطن خدمة للمواطن وخدمة للشعب بالطبع وتطبيقاً للتعاهد 33 السيد الرئيس الجمهورية الذي يعني ينص فيه تحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على صحة المستهلك ولما نتحدث عن هذا أن كل القطاعات الوزارية ليجب عليها وهي ما تقوم فيها حالياً عن طريق التآذر والتعاون الحكومي ولازم تعرفوا أن إذا كانت هناك استراتيجية تكون هناك موافقة من طرف الجميع وكل هذا دليل على تطبيق أيضاً التوجيهات وتعليمات السيد الرئيس الجمهورية والتوجه مع بعضنا الكل إلى ما يجب أن نقوم به وهي المحافظة على البيئة شكراً لك معالي الوزير على هذه التفاصيل إذا مشاهدناك ما زال متواصلنا في تغطيتنا لهذا اليوم الملتقى تحت عنوان الصحة تعني الجميع الذي نظمته الوكالة الوطنية للأمن الصحي إليك الخط زميلتي إليها شكراً لك عبد المالك سنيقري موفد شروق الإخبارية إلى المركز الدولي